تعالوا بقى نروح على صعيد اخر خارص الكابتل محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي استقبل بالامس الشيخ حمد بن خليفة بن حمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وطبعا الوفد اللي كان مرافق ليه ويستقبلهم بمقرر نادي الاهلي بالجزيرة وكان حريص كابتل محمود الخطيب على اهداء الشيخ حمد الدرع النادي الاهلي وقميص النادي وكذلك قام الشيخ حمد باهداء كابتل محمود الخطيب قميص المتخب القطري في إشارة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم اللي بتنظمها قطر خلال العام الجاري الشيخ حمد أعرب عن ساعته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي ولقاءه مع الكابتن محمود الخطيب وكمان أشاد بكل حاجة شفها خلال هذه الجولة وقال أنا فخور بتوجدي في هذا الكيان العظيم وأرى أن كل المنتمين لهذا الكيان من لعبين وعملين ومسؤولين عليهم أم يفخروا بناديهم وتاريخه وإنجازاته عموماً الموضوع مليان كتير من التفاصيل تعالوا نتعرف على جانب منها من خلال هذا التقرير تفضل بداية أنا أحب أعبر عن سعاتي بتواجدي هنا في قلعة رياضية كبيرة يمكن أكبر قلعة رياضية في الوطن العربي أو حتى في أفريقيا أو آسيا اللي هو النادي الأهلي وأنا من أكبر مشجعي النادي الأهلي من زمان اليوم أنا لما أكون متواجد هنا مع الكابتن محمود الخطيب كنجم كبير في كرة عالم كرة القدم ورئيس النادي الأهلي شيء كبير بالنسبة لنا نحن اجتمعنا مع الكابتن محمود تكلمنا في أمور كثيرة تخص النادي الأهلي خاصة يعني أنا زيارتي مش يعني من بصفتي كرئيس الاتحاد لكن اللي محب لنادي الأهلي وللكابتن محمود فإن شاء الله إن شاء الله لأيام الجاي إن شاء الله ممكن تكلم فيه تفاصيل أكثر بس بشكل عام هي زيارة ودية حبية للكابتن محمود ولنادي الأهلي نحن في الدول العربية خاصة دول الخليج مهتمدين دائما على الدعم الحكومي أكثر من الرعاية التجارية فأنا المنشآت اللي شفتها بشكل حاجة مبتازة وتفاجأت أن كلها من دعم أو مدخول خاص بالنادي بدون أي دعم حكومي وهذا شيء كبير يدل على مكانة النادي الأهلي تأكيدا على مكانة الكبيرة فهذا يعني مثل ما قلت لك هذا خلي يبناء الأهلي وأنا ممكن هنا أوجه رسالة بسيطة للاعبين الأهلي سواء لكل اللعبات من الأشبال لحد الرجال وجمهور الأهلي ومحبين الأهلي أنا أقول لهم عندكم بنادي الواحد يفتخر فيه أن يكون أهلاوي فالناس بتحسدكم على توزيكم في النادي الأهلي خاصة للعبة نادي الأهلي أنه ليس أي واحد يمكن حصل الفرصة أن يكون في نادي كبير بالحجم هذا فأتمنى التوفيق إن شاء الله لنادي الأهلي جماهير نادي الأهلي وبهالمناسبة أحب أن أبارك لهم على فوزهم أمس على نادي فقص طيف الشقيق مباركة كانت حلوة بالنسبة لنادي الأهلي يعني تقريبا قطع نسبة غوية كبيرة في التاهل النهاي لكن كرة الغدم مالها أمان ولكن نتمنى إن شاء الله أننا الماتش الجاي الأهلي يتاهل النهاي ويكون نصيب كاس الأبطال الأفريقية إن شاء الله بالنسبة لنا نحن في قطر كل شيء ممكن الوجود نادي مثل النادي الأهلي والطرف الآخر أعتقد الوداد المغربي يكون قريب يعني الناديين من أكبر لأندي العربية وشعبية كبيرة خاصة في قطر وفي الخليج يعني الفكرة هذه ممكن الآن من سؤالك جات في دماغي فممكن ليش لا يعني إذا لوائح الاتحاد الأفريقي تسمح بإقامة النهائي خارج الغرة ليش لا نحن نتشرف باستضافة مباراة من هذا الحجم مثل ما استضافنا السوبر الأفريقي لمدة 3 سنين أو 4 سنين فممكن أن نستضيف البطولة هذه أول مباراة هذه ونفتح نقاش إن شاء الله مع الاتحاد الأفريقي إن شاء الله